السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي وأعزائي طلبة وطلبات الصف الثاني الاعدادي في ربوع مصر العامرة أهلا بكم ومرحبا وحلقة جديدة من برنامجكم المتميز برنامج مدرسة على الهواء في مادة اللغة العربية أشرف اليوم باستضافة أستاذنا لأستاذ عماد عبد المجيد معلم خبير مادة اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم أهلا بك أستاذ عماد أهلا بك أستاذ علاء وبالتوفيق لأبنائنا الطلاب في كل مكان إن شاء الله أستاذ عماد كلنا يعلم أن الوقت له أهمية كبيرة جدا في حياة الإنسان وأن الوقت كما يقولون من ذهب إذا استطاع الإنسان أن يستغل الوقت يستطيع أن يحقق ما يطمح إليه كما أنه بالصورة المعاكسة إذا استطاع الإنسان أضاع الوقت فإن الوقت سوف يؤذيه ويدره لأنه لم يستغله في بداية حياته طبعا يعني موضوع حلقتنا النهاردة في موضوعات القراءة المتعددة هيكون الكنز قبل أن يضيها إيه هو الكنز المقصود في هذا الموضوع أستاذ عماد بسم الله الرحمن الرحيم في البداية بحب أن أوه لأبنائنا الطلاب أن إحنا هنتناول مع درس الكنز قبل أن يضيها أيضا كامل خبرية وكامل الاستفهمية ولكن بالنسبة أستاذ علاء لسؤال الكنز الكنز هو الوقت حياة الإنسان عبارة عن وقت له مراحله أي أن كانت تلك المراحل صغيرة أو كبيرة لها قيمتها التي تنعكس عليه كفر وعلى المجتمع الذي يعيش فيه فالوقت يعتبر هو السلاح الذي يمتلكه الإنسان فإن أحسن استخدامه حقق به أشياء كثيرة مفيدة له ولغيره نعم وإذا أساء استخدامه لم يحق بل إن عكس ضده نعم فأصبح سلاح مضاد له لذلك قيل أن اختلف الناس في تفسير الوقت كل بحسب اتجاهاته وأهدافه في الحياة نعم فمثلا لما نجي نبص للفلاح هنلاقي الوقت بالنسبة للفلاح هو الذي يتمم في خلاله فترة يتمم خلالها أعماله الزراعي نعم بالنسبة للصانع الوقت الذي يتمم خلاله الإنتاج المطلوب منه بالنسبة للطالب الوقت الذي يحصل من خلاله المادة الدراسية وهكذا كلهم بحسب عمله وكلهم بحسب مكاناته هو طبعا زي ما حدك تفضلت الوقت يعني اختلف الناس في تعريف الوقت وفي مفاهيم الوقت يعني كل جيل أيضا له تعريف مغاير ليه الجيل ليه الجيل الآخر كل جيل بحسب أهدافه وبحسب مشاربه وبحسب اتجاهات نعم ولكننا نعلم جميعا أن بالرغم الاختلاف الموجود في مفهوم الوقت أستاذ عماد الكل اتفق على حقيقة مهمة جدا بالنسبة لهذا الوقت يا طرق ايه هي الحقيقة دي؟ بالفعل يا أستاذ علاء رغم الاختلاف في تفسير الوقت قديما وحديثا وباختلاف الناس بأعمالهم المختلفة إلا أن الجميع اتفق على أهمية الوقت واستغلاله نعم وأن الوقت هو أهم ما يمتلكه الإنسان وعندنا حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقولك لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يشأل عن أربع منها عمره فيما أفناه نعم الوقت ده نتحاسب عليه بعمل فيه إيه من ذلك أنا باستغرب جدا من إنسان يقول أنا عايز عندي وقت فراغ عايز أضيعه من أين جاء له وقت الفراغ؟ من عدم الاستغلال نعم جاءه وقت الفراغ لأنه لا يستغل وقته الوقت قيل فيه أقوال كثيرة أشياء علاء أكيد منها مثلا الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطع نعم هذا القول عربي مأثور يعني يا عربي مأثور يعني هو إحنا ورسناه عن من كانوا قبلنا ولا نستطيع تحديدا أن ننسيبه لأحد نعم مش عارفين مين بالزبط اللي قاله ولكنه قول مفيد مفيد في الدروس التي نتعلمها منه فالوقت كالسيف إن لم تقطعه قطع كما تستخدم السيف إما أن تحقق به إنجازا لك وإما أن يكون ضدك وينعكس عليك فعندما نحسن استغلال الوقت فق تماما أن أنا سنصبح شعبا من الشعوب المتقدمة عندما يستغل كل إنسان منذ صغره الوقت وعلى كل أب وكل أم كل معلم أن يعلم من يربيه كيف يستغل الوقت ما جيش أنا أقول من العائل الصغير لسه أنت عندك وقت فراغا ها أدهولك مثلا في النادي ها أدهولك في الأغاني ها أدهولك لا أين عملوا لازم نحسسوا بقيمة ذلك الوقت دول المتقدمة كلها تقدمت بهذا نعم لذلك الوقت يعتبر من الأسلحة الفتاكة التي تهدرها الشعوب النامية إنما الشعوب المتقدمة تحسل استغلال الوقت فأول قول قيل في ذلك الوقت الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك تمام أشهر عميد سامحة تفضلت وقلت ده من الأقوال العربية المأصورة طبعا التراث العربي مملوء طبعا بالكثير والكثير من الأقوال التي توضح قيمة وأهمية الوقت وضرورة استخدال الوقت الوقت كمان من الأقوال اللي موجودة معنا في درسنا النهاردة مثلا قولي للدكتور زاكي نجيب محمود من الحكمة أن تضيف حياة إلى سنواتك بدلا من أن تضيف سنوات إلى حياتك قولي آخر للأديب العلامي ويليام شكسبير طبعا الأديب الإنجليزي الذي يقول طبعا إذا ضيعت الوقت وأنت شاب ضيعك الوقت وأنت كهل أحب أشهد عمدر هنوقف عند الجملة الأولانية من الحكمة أن تضيف حياة إلى سنواتك بدلا من أن تضيف سنوات إلى حياتك نعم يا طرق يعني ممكن طلابنا يفهموا إيه من الجملة اللي قالها دكتور زاكي نجيب محمود نعم هو كثير من أبنائنا الطلاب يعجزون عن فهم هذه الجملة نعم يعني بسبب التشابه وما بين تكرار الكلمات نحسي أن الطالب مش مستوعي بالمعنى فلذلك إحنا نوضحها ببساطة يعني ربما يكون عمر الإنسان قليل نعم يعني معروف أن أعمار الأمة ما بين الستين والسبعين وقليل من يداوض وقليل منهم من يرد إلى أرض العمر فأعمار الإنسان ممكن تكون قليلة ولكن يستطيع في عمره القصير أن يحقق إنجازا يضاف إلى حياة وحياة وحياة تنسب له الأمثلة على كده طبعا كثيرة يعني من مصرنا نعم الأستاذ الدكتور أحمد زوير نعم سطر اسمه في سجل علماء العالم نعم كمان من التاريخ يا سيد العمال احنا بندرس قصة كفاح شعب مصر نعم بندرسها من أيام الفرعنة والأحمس وطرد الهكسوس ثم بعد ذلك يعني دخلنا في العصر الحديث وكان الحلقة السابقة كما تحدثنا عن أحمد عرابي ومصطفى كامل ومحمد سريد دول ناس يعني ماتوا من مئات السنين أو من مئة سنة بتقريبا قرن يعني تقريبا توفوا أو أكتر بكده بشوية وبالرغم من ذلك ما زالت سياراتهم موجودة حتى الآن ده تفسير الجملة اللي احنا قلنا نعم من الحكمة أن تضيف حياة إلى سنوات عمر الإنسان مهما كان قصيد نعم ولكنه يستطيع أنه هو يزود عمره ده مئات السنين ومئات السنين بس بإيه؟ بالأعمال العظيمة التي يقدمها يقدمها طبعا للناس مصطفى كامل مثلا ذلك الشاب الذي مات ووفي رأي عن شباب نعم 30 سنة نعم هذا الرجل بالرغم من الحقبة الصغيرة اللي مات فيها ديات اللي مات بعدها إلا أنه بيخلت ذكره في التاريخ لمئات السنين يعني إحنا بازلنا بنتذكره حتى الآن والأجيال إذا قدر الله سبحانه وتعالى حتى تذكره أيضا طبعا إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى ليه؟ لأنه قدم عملا عظيما طبعا أضاف به حياة إلى إيه؟ إلى سنوات إلى سنوات عمره المعدود نعم طيب إذا ضيعت الوقت وأنت شاب ضيعك الوقت وأنت كه هو فيه برضو ملحوظ يا ستوز علاء عايز أقول عليها قبل ما ننتقل لقول شكسبير تفضل وهي إيه؟ إن ربما لا يتاح لابننا التلميذ أن يكون مثل مصطفى كامل سعيما وطنيا نعم بسبب تغير الظروف الاجتماعية والسياسية والحياة اللي إحنا عايشينها دلوقتي ولكن يمكن لنفسه أن يصنع حياة وسط بيئته نعم بأعماله المفيدة لمن يعيشهم بأسرته بأهله بأقاربه بأهل بلدته يحسن الأعمال معهم يسطر له الإنسانية سجلا حافلا لتاريخ حياته لذلك أذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما روى عمر بن خطاب من سره أن ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه طيب بالنسبة بقى القول الشيكسبير يا أستاذ علاء يحضرني قول الشيخ محمد متولي الشعراوي بيقول نحن نتعب في الصغر لنصنع لأنفسنا كرسيا نجلس عليه عند الكبر لما أتعب وأنا صغير بلاقي كرسي أقعد عليه وأنا كبير بمعنى إيه؟ أحشن استغلال طفولتي أحشن استغلال شبابي أحشن استغلال قوتي لأن الإنسان يشبه الموجة من ضعف لقوة لضعف فإذا جاء الضعف الأخير يجد ما يستند عليه على ما يستند يستند على علمه يستند على عمله الذي قدامه في الفترة الأولى من عمره نعم طيب مش استغلال الوقت بس يا سيد عماد المطلوب مننا المطلوب مننا أنه إحنا الإنسان يرتب وقته لأن ترتيب الوقت ده واستغلاله طبعا ده بيؤدي في النهاية أن الإنسان يحقق هدفه ويحقق النجاح اللي هو عاوزه أنا ممكن بالفعل أملأ وقتي شغل كتير ولكن يعني بدون ترتيب طبعا عدم الترتيب ده بيؤدي إلى اضطراب حياة الإنسان طيب إحنا معنا هنا في الدرس بتاعنا قصة قصيرة جدا بتوضح لطلابنا أهمية ترتيب الإنسان لوقته وأهمية ترتيب الإنسان لأهدفه نعم أستاذ جامعي طبعا في قسم إدارة الأعمال أحضر طبعا يعني ده الوضع تجربة عملية للطلاب حتى يوضح لهم أهمية ترتيب الإيه ترتيب الوقت نطلب من حضرتك توضح لنا تفاصيل تلك الإيه تلك القصة هو بالفعل الأستاذ الجامعي أراد أن يعلم أبنائه عمليا كيفية استغلال الوقت حتى وإن قصر نعم يعني حتى لو الوقت كان قصير يعني في بعض الطلب يقول لك إيه أنا مش عارف أذاكر ليه يا ابني ده أنا من مدرسة للدارسة ليه مش عارف ينصم وقته كذلك من يعمل تبصت لقي تدخل على موظف مثلا في عمله تطلب منه عمل معين يشخد فيك ويزع ليه لإني قدامه سجلات مترامية هنا وهناك لا يستطيع أن يرتبه الأستاذ عمل إيه دخل على طلابه بدلوى فارغة بدلوى فارغة دلوى فارغ الدلوى اللي هو الجربل نعم وجامع كلمة الدلوى دلاء ودلي ودخل بالدلوى كده وعرضوا على الأبناء قال لهم هل الدلوى ده يمكن أن أضع فيه هذي الأحجار أحجارته شبه أولي بتطوب كده في قطع من الحجرة شخور كبير فبما أن الدلوى فارغ خلاص يبقى يقدر تحط لي نعم فرح وضع الأحجار الكبيرة ديك اللي هي تشبق أولي بالطوب بعد كده طلع كيس آخر في مجموعة من الحصيار هل يمكن هنا بقى بدأ تشغيل التفكير في بعض الأولاد قال لا لا مشايف مشايف شايف الدلوى مليئة شايف الدلوى يتملأ بالأحجار لكن هناك من يحشن استغلال الوقت فلا ينفع ليه لأن هناك فراغات بينه القطع الأحجار دي فالحاصيها ديك هتدخل في الفراغات دي نعم فرح ساكب الحصيار طب ده طلع كيس آخر به رمال رب هل ينفع أن أنا أحط هذا البعض قال لا الكثير قال لا ولكن من يحشن أيضا الاستغلال قال نعم فقام بوضع الرمال بين تلك الحصيار نعم لغاية لما أصبح الدلوى يظهر أمام الأولاد وكأنه ممتلأ تمام هل يمكن هذا الدلوى أن يأخذ أشياء أخرى؟ قالوا لا بالتأكيد لا فأخرج كوبا من الماء وسكبهم القصة الهدف منها أن أنا أرتب أعمالي ودى دايما بالأمر الصعب المهم نعم أستغلية طبعاً وإحنا القصة ديت أستاذ عمد كما جاء في الدرس فيها يعني فكرتين أي فكرة للطالب طالب من الطلاب قام للأستاذ لما الأستاذ سأل طبعاً يا ترى إيه فكرة التجربة اللي هو عملها نعم أحد الطلاب قام وقال له أن أعتقد أن الفكرة اللي أنت تقصدها أن الإنسان مهما كان جدول أعمال ومملوء أن الإنسان يستطيع أن يزيده أكثر وأكثر من الجد والإيه؟ والإجتهاء دي فكرة مين؟ الطالب نعم اللي قالها ولكن المعلم كان له رغبة تانية أو هدف آخر وهو أن الإنسان إذا لم يضع أهدافه الكبرى في حياته أولاً فلن يستطيع أن يضحها بعد ذلك نعم طيب المقصود بالأهداف الكبرى هنا أحبابي اللي هي السخور الكبيرة أي السخور الكبيرة تعبير عن هدف الكبير في حياة الإنسان هضرب لك مثال أنت دلوقتي لسه في تانية أعداد عندك طموح أن أنت إن شاء الله تتخرج أو تدخل كلية الطب تبقى دكتور طبيب بالفعل تمام؟ هل لو أنت تغافلت عن الهدف ده أستاذ عماد لحد ما انتهيت من مرحلة سنوية سنوية العامة ودخلت كلية التجارة مثلاً يعني هل تصدق أنت بعد كده تقول أنا عاوزة أطلع طبيب أو عاوزة أطلع دكتور لا لأن أنت ضيعت نفسك في البداية نعم لم تضع هدفك الكبير في بداية إيه؟ في بداية حياتك صحيح إنما أنا عايز أحدد هدفي من بداية من ونة صغيرة أنا عايز أطلع طبيب عايز أطلع مهندس عايز أطلع محامي عايز أطلع معلم تمام؟ فبحط هدف الكبير كعنوان أمامي في حياتي وأبدأ أسعى إيه؟ إيه؟ أسعى إليه خطوة بخطوة حتى أصل إلى ذلك لإيه ذلك إلى هذا ده المقصود بأن أنت تضع هدفك الكبير أولاً حتى تصل إليه يعني مش تبدأ من النهاية لا تبدأ كما يقول العقلاء تبدأ من بداية من بداية الطريق نعم طيب يا سيد عماد إحنا إيه ممكن لنستفيده من الدرس اللي إحنا معنا ده أنا نستفيد من هذا الدرس أولاً أن طريق يبدأ بخطوة نعم فالطريق الألف ميل يبدأ بخطوة طالما أنا قررت أبدأ وأحشن استغلال وقتي ولا أهدره ولا أضيعه ولا أتحجج بالظروف ما عودش أقول ده أنا على ظروفي والحاجات دي لا أتحدد فمعظم الناس اللي إحنا بندرسهم كعلامات بريزة في التاريخ تحطوا ظروفهم يعني لما نجي نقول إن إحنا بندرس لأبنائنا طلاب في الصف الثالث السنوي قصة الأيام نعم للدكتور طاحسين إش مهن الدكتور طاحسين بالمناسبة في بدل الدكتور طاحسين في مليون دكتور طاحسين في الربوع مصر إن مصر ولادة ولكن الشخصية دي بالذات لها قيمتها لأنها تحدد ظروفها نعم لأن طبعا معروف إن أستاذ الدكتور طاحسين كان كفيفا فلم يستسلم لهذه الإعاقة وتحداها ووصل إلى ما وصل إليه فلذلك مطلوب من الأبناء واحد حسن تنظيم الوقت نعم حسن استغلال الوقت معرفة قيمة الوقت إن الإنسان هو لحظة ممكن لحظة تغير مجرى حياة الإنسان نقطة صغيرة في تاريخ الإنسان تجعله من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين نعم طبعا بما إننا بنتحدث عن حسن استغلال الوقت يعني هنستغل الدقائق المتبقية في حلقتنا ونبدأ نتكلم مع بعض عن كامل خبرية وكم الاستفهامية نعم فضل في العمل بسم الله بنقول لأبناءنا الطلاب إن كام بتجيلي بطريقتين نعم كام خبرية وكم استفهامين نعم كام الخبرية تعبر عن الكسرة العددية يعني مثلا بقول كام شهيد بالمعرك خد بالك معايا من المثال اللي أنا بكتبه لأن ده له قيمته كام شهيد بالمعرك أو كام من شهيد بالمعرك كام شهداء بالمعرك أو كام كام شهداء بالمعرك هدالك التمييز التمييز مع كام الخبرية بيكون مجرور أيا كان مفرد أو جامع دي أول علامة لكام الخبرية تمييزها بيكون مفرد مجرور ربما يجر بحرف الجر من وربما يجر بدون حرف الجر من يكون بالإضافة كذلك كام الخبرية يجوز أن يأتي من ورائها فعل كام هزمت ممالكا كام ظالم قد مر بي كام هزمت ممالكا مصر أي جه وراها فعل إذن كام الخبرية رقم واحد تميزها بيكون مفرد أو جامع مجرور ويجوز أن يجر بحرف الجر من أو بدون من رقم اتنين يالي كام الخبرية فعلا أحيانا يجوز ثانيا جملة كام الخبرية تنتهي بنقطة أو فاصلة المهم ما تنتهيش بعلامة استفهام في الحالة دي كم في هذه الجمل تعني معنى العدد إن كتير يعني كم شهيد بالمعركة الإجابة على هذه الجملة كثير العدد كتير كم عليم بمصر كم علماء في مصر وهكذا من جمل تعبر عن الكسرة العدد يعني أفهم من كلام حضرتك أن الكام الخبرية لا تسأل عن عدد هي تخبر بالإيه بالكسرة العدد يعني إخبار يعني أنا أقول مثلا كم من شهيد في المعركة إن عدد الشهداء في المعركة كثير كثير ما بطلبش من حد إنه يجاوب لي إنه يديني إيه إجابة يقول لي تلاتة أربعة خمسة لا أنا بقول له إن المعركة استوشد فيها عدد إيه عدد كبير طيب واتفقنا كمان إنه تنويس كامل الخبرية اللي هو الكلمة اللي أنا بخبر عنها أو اللي تيجي بعدها إنها بتيجي يا إما مفرد يا إما إيه جمع يا مفرد يا جمع تحت عنوان كده صغير مجرور مجرور يا مفرد يا جمع إيه مجرور وبتنتهي بنقطة أو تنتهي بعلامة اللي إيه علامة التعجب طبعا تعجب من اللي إيه تعجب من الكسر طيب في أخت ليها بقى اللي هي كم الاستفهامية كم الاستفهامية بقى تسأل عن عدد محدد يعني أقول مثلا كم تلميزا في الفصل يبقى أنا مطلوب مني يا رد أقول مثلا عشرون عدد عدد رجاب بعدد لاحظ حاجة إن كم تلميزا التميز بتاعه جه مفرد منصوب وعلامة نصب الفتحة يبقى إذا كان التميز مفرد منصوب بالفتحة يبقى في الحالة دي كم دي كم الاستفهامية جملتها انتهت بإيه جملتها انتهت بعلامة استفهام طب هل في شكل آخر الكام الاستفهامية نعم في شكل آخر للكام الاستفهامية وهو أن تسبق كم نبتحى بأي حرف جر نعم يعني مثلا أقول بكم جنيه اشتريت الكتاب ها بكم جنيه اشتريت الكتاب بقول بتسعة وخمسين جنيه مثلا بأي بأي بكم جنيه فأنا حطيت هنا البا حرف الجر قبل ايه قبل كم قبل كم طب أمال جنيه انجرت ليه بحرف الجر اللي هو كان قبل كم بقت اسم مجروبي نعم طبعنا ممكن اقول لك بكم جنيه اشتريت الكتاب نعم هل ده صحيح بكم ايه جنيه لا لازم نأجيبها طرم الحرف الجر جيه قبل كم يبقى ما بعد كم يكون مجرور تمام طيب احنا عندنا كده كامل استفهامية تميزها بيأتي طبعا مفرد منصوب منصوب وقد تسبق كام بحرف ايه الجر اي حرف جر الجر انما كامل خبرية بيجي ايه بعدها من راحز دي حرف الجر من بس اه بيجي بعد كم بيجي بعد كم يعني حرف الجر لو جيه قبل كم يبقى دي كم استفهامية لو حرف الجر جيه بعد كم تبقى كم هنا ايه كم خبرية في ملحوظة السؤال اللي ميجيلي في الامتحان مايركز ليش على علامات للترقية يعني يكتب لي كده مثلا كم يروح كادر كده كم عالم في مصر ويخطه نقطة وكام عالما في مصر ويخطه نقطة تمام ما حطش علامات اعرفها ازاي من اللي بعد كان لاحظ ان عالما اللي التانية ديك جات منصوبة بدليل ان هو حط الالف اهو علشان يبين انها منصوبة بالايه بالفن لان ربما ما نحطش العلامات هو غالبا مش هيجيب له علامة اه مش هيجيب علامات وانما التانية من غير الالف اه فبقت مجرورة عاليم يبقى الاولى خبرية والتانية استفامية طيب لو كان بقى بيتهي المربوطة اه اه يا سلام على الجملدين دول الجملدين دول بقى يتيحكم عنهم بايه بالمعنى اللي انت وصلت له كم معلمة في المدرسة اقدر عديهم فلانة وفلانة 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 صح؟ المدارس ممكن ادي عدد المعلمات يبقى دي كم استفامية عشان بتعبر عن عدد محدد انما كامل خبرية في كم معلمة كثير من المعلمات قدامنا ذلك يبقى كده يا سلام بن لخص كامل استفامية والخبرية بسرعة كده كامل الخبرية بتخبر عن الكسرة وطبعا تميزها بيأتي اما مفرد اما جمع وبيكون دايما ايه مجرور كامل الخبرية ممكن يعني يأتي بعدها حرف الايه حرف الجر اما كامل استفامية بتسأل عن عدد يعني تتطلب الاجابة بعدد طبعا تميزها بيأتي طبعا مفرد ويأتي ايه ويأتي منصوبا وقد تسبق كام بحرف الايه بحرف الجر طبعا ممكن جمل تأتي ولكن يعني العلامة متواش محطوطة ولكن انا ممكن اميز بينهم بسهولة جدا عن طريق فهم الايه فهم الايه السيد عماد يعني انا في ختام حلقتنا اتوجه بالشكر لحضرتك على هذا المجهود الرائع واتوجه بالشكر ايضا لطلابنا على حسن متابعتهم لنا وطبعا نحن بعد الفاصل في انتظار احبابنا طلاب الشهادة الاعدادية طبتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته